اكد وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور محمد صالح بنتن اكد تقديم كافة الخدمات للحجاج القطريين في منفذ سلوى ومختلف الإدارات العاملة في مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة ومراكز خدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة ونوه الوزير بالقيام باستقبال وخدمة الحجاج القطريين وتقديم العناية والرعاية الكاملة لهم انفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين بدءا من لحظة دخولهم منافذ المملكة حتى مغادرتهم بعد أداء منسكهم سالمين غانمين مضيفا أن ذلك يعكس الركائز الراسخة للسعودية في رعاية ضيوف الرحمن والعناية بهم وتقديم كافة التسهيلات التي تمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة هذا وشهد منفذ سلوى الحدودي إنهاء إجراءات دخول أكثر من مئتي حاج منذ أن أمر خادم الحرمين الشريفين بفتح المنفذ الحدودي البري بناء على وساطة سمو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم الثاني ترجمة نانسي قنقر